على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجَّلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما غرَّدَت على الأيك ساجعة الرُّبى يا رب صلِّ على النبي وآله ما كوكبٌ في الجو قابل كوكبا صلُّوا على من تدخلون بفضله دار السلام تبلغون المطلبة صلُّوا على من ظلَّغته غمامةٌ والجزعُ حنَّ له وناصرَ في الصِبَى يا أيها الرَّاجون خير شفاعةٍ من أحمد صلُّوا عليه وسلِّمه صلَّى وسلَّم زُل جلال عليهما لبَّى مُلَبٍّ أو تحلَّل مُحرِمه اللهم صلِّي وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الطيِّبين الطاهرين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيِّيكم بتحية الإسلام في مدينة دار السلام في قرية بجالة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيِّي علماءكم وشبابكم وصبيانكم ونساءكم وكلَّ المسلمين في بلادكم جمعكم الله عز وجل على كلمة التوحيد وجمعكم الله عز وجل على مبادئ القرآن وعلى هدي الإسلام وعلى هدي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ في قبره لكنه لو رأى هذا المشهد لفرح صلى الله عليه وسلم فرحًا شديدًا النبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبُعِس بمكة ومات هناك صلى الله عليه وسلم لكن أن تجد رسالة الإسلام تتخطَّى المحيطات وتصل إلى تنزانيا وإلى أفريقيا هذا والله هو سر الإسلام رسالة الحق كما يقول الشيخ محمد الغزالي في مصر عندنا الإسلام بضاعة لكن ليس لها مروج الإسلام بضاعة جيدة لكن ليس لها مروج يعني إن روجنا الإسلام على أساسه وفهمه الصحيح الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه والله لملأ الإسلام جميع أطباق الأرض ولدخل الإسلام إلى كل بيت والنبي بشر بذلك سوف يدخل الإسلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار يدخله الله بعزي عزيز أو زل زليل تحدث أخونا الشيخ محرم راشد بحديث يعني من القلب ونصح الشباب بنصائه وأنا أنا أنا يعني الكلام كثير لا أعرف من أين أبدأ ولا ماذا تحدث لكن سوف أسترسل أسترسل وأعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشنا معه ونحن نحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم فالقرآن يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرعوا هو خير مجمعون وهل هناك فضل أعظم من بعثة وميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها بل كرم الإنسان حينما اختار من خير البرية نجمها وهلالها فمن نجم البرية ومن هلال البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ابن الحاج عالم في مصر من علماء القرن الثالث الهجري ألف كتاب في البدع المستحدثة هذا الرجل متشدد ألف كتاب في البدع المستحدثة لكن حينما وصل إلى بدعة المولد قال ولكن ومن أحسن مبتدع في زماننا ما يفعله الناس في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام وإضعام الطعام والحلوى والذكر وقراءة القرآن أقول هذا أعظم مبتدع في زماننا جلال الدين السيوطي المحدث ألف كتاب حسن المقصد في عمل المولد ثم ذكر قال أجمل ما يفعل في ذكرى مولده الاحتفال بذكرى مولده قال ولا أرى ذلك ما يخالف نصا من القرآن أو السلة ولذلك المام الشافعي يقول البدعة نوعان بدعة مزمومة هي ما خالفت نص القرآن أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبدعة محمودة هي التي لم تخالف لا نص القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابن حجر العسقلاني أجاز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر الهيتمي أجاز الاحتفال بمناد النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ ابن دحيا والحافظ ابن كثير وغيرهم كثير هذه نقضة خذ نقضة أخرى في احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصبيان الصغار الذين هم نجوم المستقبل اذكروا لهم كيف كان مولده عليه الصلاة والسلام زكروهم بأحداث الولادة حتى يخرج الطفل من زنعومة أظافره محب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أمه آمنة لم تشعر بأي ألم من ألام الحمل لما ولدت آمنة قبل أن تلت بأيام يعني قيل لها يا آمنة لقد حملت بسيد الدنيا ومن فيها فإذا ما وضعته يعني ولدته قولي أعيذه بالله الواحد من شر كل ذي حاسد وقالت رأيتك أن نورا خرج من بطني أضاء لي قصور الشام نزل الرسول صلى الله عليه وسلم من بطني أمه وضعته الشفاء أم سيدنا عثمان بن معص رأت عجبا تحكي لوعدها يقول لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ذكره الإمام السهيلي المتوفى سنة خمسمائة ثمانية وثلاثين في كتابها الرود الأنف كتاب من أجمل الكتب في السيرة النبوية قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطن أمه ساجدا واضعا يداه على الأرض ثم رفع بصره إلى السماء ثم أشار بإصبعيه إلى السماء من أول لحظة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد لله ولما أنه لم يتحدث لأنه صغير أشار نحو السماء بالوحدانية بأصبعه عليه الصلاة والسلام والشفاء تقول لولدها ورأيت النجوم تقترب 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 لكأني أقول لكأنها لتقعن علي كأن نجوم السماء تركت مجراها وأرادت أن ترد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ولادته عليه الصلاة والسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله يا رسول الله أول ما دخل قلبي من الإيمان بك والإيمان برسالة الإسلام عندما كنت أنت صغيرا يا رسول الله قال ماذا رأيت قال يا رسول الله دخلت في صحن البيت فوجدتك نائم في صحن البيت ورأيتك تناغل قمر تناغل قمر قمر في السماء وصحن البيت مفتوح فالنبي لسه طفل رضيع صغير يقول يا رسول الله رأيتك تناغل قمر وتشير إليه بأصبعي فأينما وجهت يديك ما للقمر إذا وجهت يديك نحو اليمين ما للقمر نحو يمين إذا وجهت يديك نحو اليسار ما للقمر نحو اليسار فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال نعم إنه كان يداعبني وأداعبك ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حينما يسجد تحت العرش الله أكبر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبس من ميلاده طيب حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم خذ وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بسيط ومختصر هل رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا نسأل الله عز وجل أن يرينا النبي في المنام أو نراه يوم الجنة ونشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام لكن انظر أجمل ما قيل في وصفه صلى الله عليه وسلم إذا رأيت إلى وجهه يتلألأ وجهه كتلألو القمر ليلة البتر يصف الصحابة إذا نظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يرى الواحد وجهه في أرنبة النبي صلى الله عليه وسلم وجباته كان وجه النبي مرأة عليه الصلاة والسلام وإن كان يوسف أعطي شطر الجمال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال كله عليه الصلاة والسلام طويل ليس بالطويل ولا بالقصير ربعة مستوى الصدر والبطن متماسك البدن ليس فيه رهط عنده قوة أتاه ركانة ركانة دا شجاع أشجاع ما أشبع الناس في مكة لا يستطيع أحد أن يصرعه إذا مسك بأقوى رجل يرميه على الأرض فجاع ركان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أنا لا أسمع قرآن ولا غيره إن صرعتني أسلمت بك والله ما صرعني أحد من العالم إن صرعتني أسلمت بك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بركانه ولفه ولفه كما يلف السوق وطوفه وطوفه صلى الله عليه وسلم ثم رماه على الأرض فقام ينطفد صلى الله عليه وسلم قام الرجل ينتفض يا محمد أخذتني على غرة قال تعالى ثانيا فأخذه رسول الله وسلم ولفه كما لف سب ثم رماه على الأرض قال أخذتني على غرة قال تعالى من رسالسة أخذاه رسول الله ولفه ولفه له ورماه على الأرض قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله يا محمد يا الله يا رسول الله ما صر عني أحد قبلا وَوَاللَّهِ مَا أَرَاهَا إِلَّا هِي أَنْوَارِ النُّبُوَّةِ وَأَسْلَمْ رُكَانًا النبي صلى الله عليه وسلم كان أزجّل حاجبين حاجباه مقوّسان عريض الجبهة أقرم بين حاجبيه فاصل مرفوع الأنف ليس بغليص عظيم الهامة كثير شعر العينين شعره صلى الله عليه وسلم ناعم ليس بالجعد القطط ولا بالناعم الفطفاض إنما شعر جميل يتموج ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى وعمل رأسه هكذا شعره ينزل إذا رفع شعره وعمله بيده كذا ينفرق صلى الله عليه وسلم وكان أكثر أحوال شعره صلى الله عليه وسلم عند شحمة الأزن عليه الصلاة والسلام جميل الوجه بياضه مشرب حمر عليه الصلاة والسلام يداه صلى الله عليه وسلم من كسر الطيب إذا سلم عليه الرجل يظل الطيب في يد الرجل شهر كامل إذا مر صلى الله عليه وسلم بشارع الناس يعرفون من هذا الشارع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي جرير قل سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لمست حريرة ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ووالله من طيب رائحة يده لما سلمت عليه فكأنما استخرج يده من جونة عطبار عليه الصلاة والسلام مستوى البطن والصدر عريض المنكبين صلى الله عليه وسلم قوي الساعدين في المعركة سيدنا الإمام علي يقول كنا إلى حمية المعركة واشتد الوطيس نتقي ضربات الأعذاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول ليس بيبان يخاف ويكون في آخر القوم وآخر الجيش بل النبي أول واحد يقاتل عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس وأرحم الناس نحن كدعاء ربما في وقت من الأوقات نمل واحد يسألنا سؤال فربما مثلا نعتزر لكن انظروا إلى عظمته صلى الله عليه وسلم صعب عليه الصلاة والسلام المنبر ذات مرة يخطب وفجأة رجل أعرابي أتى من بعيد دخل المسجد والنبي يخطب قال يا رسول الله رجل من البادية أتاك يريد يسأل عن دينه لو أنا عالم مساء بشرح في خطبة أقول اسقط بعض الخطبة لكن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن خطبة ونزل من على منبره صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي يقول الراوي الحديث أحسب أن قوائمه حديد ووضع الكرسي في وسط المسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الرجل يسأل والنبي يجيب النبي يسأل والنبي يجيب حتى أخذ الرجل كل شيء من العلم ما يريد ثم صعب صلى الله عليه وسلم من بره وأتم خطبته يا أحباب أحكوا للأطفال كيف النبي كان يحب الأطفال إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم من سفر أو معركة هم الأطفال إلى أطراف المدينة احملني يا رسول الله احملني فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه ينولونه الغلام فيضع غلاما أمامه صبي صغير مثل هذا الطفل الصغير يضعه النبي أمامه ثم يقول آخر احملني يا رسول الله فيحمله النبي خلفه ثم يأتي وقام احملني يا رسول الله فيعطيه لأبي بكر احملني يا رسول الله اعطيه العمر فانظر إلى أطفال الصغار كان الولد الطفل الصغير الذي هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر على الذي من خلف النبي ويقول حملني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه وحملك من خلفه ويأتي الطفل الذي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحتضر للنبي ينظر يا الطفل الذي عنده أبي بكر يقول حملني رسول الله خلفه وأعضاك لأبي بكر ويقول آخر حملني رسول الله خلفه وأعضاك لعمر انظر للأطفال من حبه للأطفال ووده أن حديث يرويه قتادة أن أمامة بنت زينب بنت بنته خرجت زينب لحاجة فأخذ النبي أمامة أبو قتاد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء ويحمل أمامة على كتفه بنت بنته فكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها الله أكبر انظر إلى الرحمة والود مع الأطفال أخيرا من مشاهد حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل معمر بن عبد الله لو سألنا الناس حتى الكثير من الشباب من معمر بن عبد الله هل أحد سمع عنه القليل يعرف هو حلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص الشعر معمر بن عبد الله الصحابة يحبونه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوتاع نادى وقال يا معمر اتوني بمعمر والنبي يريد أن يتحلل فقال قص شعر رأسي اليمين وأعطيه لأبي طلحة فإن صوته في المعركة أعظم من مئة فارس وقص شعر الأيسر ووضعه على أصحابي انظر مشاهد الحب جاء معمر وأمسك بالموس وحينما اقترب من رأس النبي صلى الله عليه وسلم بكى لماذا تبكي يا معمر؟ قال يا رسول الله إن من نعمة الله علي أن أحلق رأسك إن من نعمة الله علي أن أحلق رأسك هذا شرف كبير وبدأ بالموس والنبي نظر إليه قال يا معمر إيهن يا معمر الموس بيدك ورأس رسول الله بين يديك والحاسب للموس القطع الرقبة فتبصم الصحابة بدأ معمر بعمل يقص الشعر ما سقطت شعر على الأرض لماذا؟ لأن هناك جنود محبون للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كلما سقطت شعره قبل أن تسقط على الأرض هذا يأخذ شعره وهذا يتناولها وهذا يتناول هذه الشعره منهم من كان يمسك بشعره من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فمه ويقبلها وآخر يمسك شعر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على عينيه ويبكي وآخر يحتضن الشعرات وينتقل بها إلى بيته ويقول لأولاده إذا أنا ما مت فضعوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين جسدي والكفن علَّى الله أن يرحمني ومنهم من كان يضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في قارورة. فكان إذا مرض ولد ويضعون عليها الماء. كانوا إذا مرض بعض صغرائهم صغيرهم يسقونه من هذا الماء فيشفى بإذن الله. أنس بن مالك يقول يقول جاء رسول الله صلى عندنا في بيتنا وامي ام حرام كانت امه كبيرة في السن فنام رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فعرق. فيقول أنس وجعلت امي تسلت عرق النبي صلى في قارورة. فانتبه النبي. قال ما هذا ما تصنعين. قالت هذا عرقك. نستبرك به لصبياننا يا رسول الله. قال نعم اصبت اصبت. عبد الله بن مسعود اخيرا. عبد الله بن مسعود اخرج نعلين. ووضعها امامه. نعال. ثم قبلها وبكى. كلهما هذا. قال انها نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت. تلميذ انس بن مالك. ثابت هذا من التابعين. كان اذا مر عليه انس يقول يا انس. يا انس. ارني عينيك الجميلتين. التين رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلهما. يا انس. رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقبلهما. عكاش بن محصن في حجة الوداع. النبي خضب خطبة قبل وفاته. فقال من كنت جلت له ظهرا. او ضربته او شتمته. فهذا ظهري فليقتص مني. قام عكاش وقال انا يا رسول الله ظلمتني. في غزوة بدر ضربتني بالمسواك في بطني. فاريد القصص. والنبي مريض. فقام العباس قال انا اقدس عنك رسول الله. او اقال انا. قال لا. دعوه. قال لا. هو رسول الله ضرباني اقتص منه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبر. وكشف رسول الله عن بطني. ثم اقترب عكاش بن محصن وكان يتكي على عكازين. فلما اقترب من بطن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالعكازين. وكان يمسك بالسواك. كي يضرب النبي في بطنه. فرماها. واقبل على بطن النبي يقبلها ويبكي ويقول يا رسول الله إني في آخر العمر وهذا آخر العهد أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسدك الطاهر على الله أن يرحمني هذه مختطفات من حياته صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القرية اللهم بارك في رجالها ونسائها وصبيانها وعلمائها اللهم ارزقهم الرزق الحلال وبارك لهم فيه اللهم ارفع عنهم الهموم والغموم والأحزان اللهم اهدهم واهد بهم اللهم اهدهم واهد بهم اللهم حبب إلينا وليكم الإسلام وحببه في قلوبنا رب العالمين اللهم اجمعكم على الإسلام واحفظكم واحفظ والديكم وبارك فيكم جميعا وأن يغفر الله لوالدينا والديكم ونجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونجمعنا عند باب الجنة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يدخل من أمامنا وندخل من خلفه آمين آمين سبحانك اللهم بحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنك نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله